الوردة الاخيرة بقدمها لشعب مصر العظيم اللي صبر واعتقد انه سبع سنوات العجاف اللي احنا مرنا بيهم يارب تكون خلصت والشعب كله يشعر النهاردة كنت بشاهد معاكم مع كل المشاهدين بنشوف الرئيس هو بفتتح اكبر مجمع صوب في العالم الصوب اللي اتفتحت دي المئة الف دول ولا العددهم اللي بيساوي حوالي مليون وربع ولا مليون ونص فدان اللي بياخده مية بحوالي 60% توفير المياه ده امل جديد والاجمل والاحسن بالنسبة لي لانه بيهتم بالمشروعات الصغيرة امر الرئيس وتوصياته انه المشروعات الصغيرة تتمنى هذه الفكرة فكرة الصوب انها تتعامل في البلاد في القرى بدل ما الناس تبني لا ياخد دعم من السنديق المختلفة اللي بتدعم هذه الفكرة وتعملها النعرضة بنستكمل سلسلة من المشروعات الهائلة الكبيرة اللي بتعمل وفرة وبتديك امل ولسه في الجديد ده في مدينة طبية يمكن مدينة طيبة هتبقى في العاصمة الادارية بنتكلم على الاسكان الاجتماعي اللي بتشوفوه بجانب هذه اللقطات الرهيبة الانجازات اللي بتتم دي لو مشينا كده تلات سنين بكمل انجازات دي لازم مصر تغير ولازم معاها كلنا نغير للاجمل للاحسن